الحمد لله الذي زين الجنة للمتقين وعد رفيع الدرجات للمستقيمين أحمده سبحانه حمد الشاكرين المنكسرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فحي أهلا بكم جميعًا أيها الأحبة في هذه السلسلة المباركة سلسلة الثمرات اليانعة للأعمال الصالحة ولا زال حديثنا مستمراً حول معالم الدين وصوى الإسلام العظيمة وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سيكون حديثنا عن ثمرات الاستقامة الاستقامة التي هي لزوم الصراط المستقيم والطريق القويم في الظاهر والباطن في الأقوال وفي الأفعال لا يحيد عنه المرء لا يمنة ولا يسرة الاستقامة أيها الأفاضل من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات كيف لا والمؤمن مأمورٌ بطلب الاستقامة في كل صلاة بل في كل ركعة ألا تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية إلى هذا الصراط المستقيم ثم تأمل كيف يأمر الرب جل فعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك يدعو الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الاستقامة ومن سار على نهجه ومن تاب إلى الله وهكذا الأنبياء من قبله موسى وهارون فاستقيما بل دعا الله سبحانه وتعالى سائر هذه الأمة إلى لزوم الاستقامة إلى لزوم الطريق المستقيم وعدم الحيد عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به وصية الله سبحانه وتعالى أن يلزم الإنسان هذا الصراط وتأملوا أيها الأحبة إلى أهمية الاستقامة لما يأتي أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سفيان ابن عبد الله الثقفي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على حرصه يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمر مميز وصية عظيمة فماذا وصاه الحبيب صلى الله عليه وسلم وبماذا أمره قال قل آمنت بالله ثم استقم وصاه بالإيمان ثم الثبات ثم الاستقامة ثم السير على هذا الطريق الذي ضرب له نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا فقال صلى الله عليه وسلم وتأملوا في هذا المثل والأمثال النبوية عظيمة تجسد واقع ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران طريق مستقيم وعلى جانبه سوران وفي السورين أبواب مفتحة على مر طريق السورين بجانب الصراط أبواب كثيرة مفتوحة وعلى الأبواب ستور مرخاة كل باب عليه ستارة في هذا الطريق وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا عنه الزموا هذا الصراط لا تسيروا لا يمينا ولا شمالا وفي جوف الصراط داع يقول يقول إذا أراد أن يفتح بابا ويلك لا تفتح إنك إن تفتحه تلج لا تفتح هذه السطر لا تدخل لا تنظر إلى هذه الأبواب إذا فتحت هذه السطر نظرت إلى هذا الباب ستدخل في هذا الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالصراط المستقيم الإسلام والسوران الجداران حدود الله والأبواب محارم الله طرق المعاصي الكثيرة الموجودة على هذا الطريق والداعي على رأس الصراط هو كتاب الله القرآن الذي يقودنا بإذن الله عز وجل إلى الجنة والداعي في جوف الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم كل إنسان مسلم الله جعل واعظ في قلبه أحيانا أنت تريد تفعل معصية يأتيك هذا الواعظ لا تفعل كيف بك وعذاب الله كيف أنت إذا جاءك ملك الموت هذا الواعظ موجود في قلب كل إنسان لكن يقوى ويضعف بحسب إقبال الإنسان وإحجام الإنسان فإذن هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للصراط المستقيم ولطريق الاستقامة الاستقامة أيها الأحبة لها ثمرات كثيرة من أغلاها وأعلاها الفوز بالجنة الفوز بدار السلام الله سبحانه وتعالى يقول وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون من لزم هذا الصراط فليبشر بالموعود لهم دار السلام الجنة دار الأمان الدنيا فيها مخاوف فيها تعب فيها أمراض فيها شقاء فيها كبد الله خلق الإنسان في كبد في تعب لكن هناك دار الأمان دار الاستقرار هذه الجنة وعدها الله سبحانه وتعالى لمن استقام على طريقه يجد الإنسان صعوبة في التمسك بهذا الطريق لكن الثمرات غالية ثم أيضا أيها الأحبة من الثمرات الغالية الطمأنينة السكينة وتأملوا في وصف الثمرات العظيمة التي جاءت متتالية قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثمرات متتالية عظيمة أولاها السكينة والطمأنينة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا اليوم الناس تشعر بالهم والغم والنكد والاضطرابات النفسية هؤلاء لهم السكينة والطمأنينة في الدنيا وعند الموت وعند الحشر وعند البعث كما جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد وغيره لهم والطمأنينة تتنزل عليهم الملائكة تطمئنهم تخفف عنهم مواقف عرصات القيامة أي والأحبة شديدة شديدة هول الموقف هول القيام بين يدي الله عز وجل تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة موقف القيامة عظيم فهؤلاء يأتيهم الطمأنينة والسكينة ثم البشارة البشارة بالجنة يخاف الإنسان وهو مقدم على الآخرة هل يكون من أصحاب اليمين أم يكون من أصحاب الشمال هذا الإنسان يبشر يبشر قال ولذلك قال أهل العلم يرى في وجه المستقيم عند الموت البشر يبشر بالجنة يرى مقعده من الجنة فيفرح تظهر عليه آثار الانشراح والفرح والبشر بهذا الموعود وأيضا من الثمارات التي جاءت في هذه الآية ولاية الله سبحانه وتعالى نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولاية الله عز وجل ما عظمها ماذا يريد الإنسان بعد ولاية الله سبحانه وتعالى جاء في حديث الولي المعروف أن هذا الإنسان يكون مسدد موفق كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لعطينه ولئن استعادني لأوعيذنه كل هذه ثمارات الولاية إذا تولاه الله سبحانه وتعالى يكون مسدد الإنسان في سمعه ما يسمع الحرام ما يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل القرآن كلام الخير ذكر الله عز وجل يكون مسدد في بصره لا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل يجعل نظره فيما يكون له حجة ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى مسدد في يده ما يطلقها في البطش والتعذيب والظلم لا يجعلها في الخير يجعلها في السخاء في الإنفاق في ذكر الله عز وجل رجله يكون مسدد فيها ما يمشي إلا إلى أماكن الخير إلى مجامع ذكر الله سبحانه وتعالى إلى مجالس العلم هذه الجوارح التي تشهد على الإنسان يوم القيامة هذه كلها تكون مسددة الله يسددها بسبب هذه الولاية ثم أعظم ذلك أنه يكون مجاب الدعوة إذا طلب من الله إذا استعاذ الله سبحانه وتعالى يعيده الله سبحانه وتعالى يعطيه فتأملوا إلى هذه الثمرات العظيمة ثم أيها الحبة من الثمرات من الثمرات الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة حياة القريرة حياة السكينة في هذه الدنيا حياة الرضا إنسان حياته لله سبحانه وتعالى حياة طيبة جاءت منكرة قالها العلم لتشمل كل أنواع اللذة وطيب العيش يعيش الإنسان حياة سعيدة إلى جانب ما ينتظره من الأجور عند الله سبحانه وتعالى ثم أيضا أيها الحبة من الثمرات وأختم بها الرزق العاجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا هذه قال عبد الله بن عباس أن يبارك الله في أرزاقهم يعطيهم العطاء من كان على دين الله من كان على الاستقامة فليبشر الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الكتاب أنهم لو طبقوا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحتهم لفتح الله عليهم الدنيا سنة إلهية في هذا الكون أن الإنسان إذا استقام الله سبحانه وتعالى يوفقه ولذلك في آية التقوى ومن يتقي الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن استقام على طريق الله عز وجل يبشر بالخير العاجل في الدنيا بركة المال التوفيق كثير من الناس اليوم يشكوا رواتب عالية مرتفعة فوق الثلاثين ألف لا يشعر بالبركة الديون متراكمة عليه أين أنت من الاستقامة أين أنت من العبادة من ذكر الله من القيام من الصيام من القرآن من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أين أنت من الاستقامة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى إن كان الإنسان عليها بارك الله سبحانه وتعالى له في أمواله وبارك الله في أهله وفي حياته حتى أموره الدنيوية تنقضي تتيسر ببركة السير على طريق الخير وطريق الاستقامة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا شكرا